بالأمس كان هناك رفع الاستجواب من جدول الأعمال ما نطلق عليه سياسيا شطب الاستجواب موقفنا كان واضح منذ التحويل للتشريعية رفضنا التحويل التشريعية وقلنا لكل مستجوب دستوريا عليك أن تقف وتفن الدستجواب حتى من ناحية دستورية تقول أن هذا الاستجواب غير دستوري والقناعة للمجلس القناعة للمجلس ما حصل من تحويل التشريعية ومن رفع الاستجواب رفضناه في التصويت وفي الأمس لما قدمنا نداء بالاسم وذكرنا رقم قناعتنا بعدم دستورية هذا العمل حتى لا يقال أنه والله شاركته وانتو قابلين لا نحن رفضنا من خلال أداة التصويت هذا الفعل هذا الفعل نعتبر التفاف على أداة الاستجواب وتفريق أداة الاستجواب من محتواها للأسف لما المجلس يرتضي على نفسه أن يفرغ أداة الاستجواب الأداة الرقابية الراقية من محتواها ولا يحتج بالسوابق والأعراف الخاطئة أي سابقة وأعرف خاطئ للأسف يبتكره من يريد الدفاع عن رئيس الوزراء أو عن وزير ويلتف على أداة الاستجواب الاستجواب لا تشارك فيه الحكومة لا تشارك فيه الحكومة لكن لما نحولها تشريعية تشارك الحكومة لما نشطب الاستجواب المفروض على الحكومة احتراما للعمل الدستوري أنها لا تصوت احتراما للعمل بلماني ما تصوت لما تصوت على رفع الاستجواب هذا خلاف ما ذهب إليه المشرع وخلاف ما ذهب إليه الدستور تترك الأمر لمجلس الأمة للنواب اللي هم لهم الحق في الاستجواب في التعاون وعدم التعاون هم لهم الحق في طرح الثقة وعدم طرح الثقة بالأمس ما بين الرافضين والخارجين 22 ناعد عدد لو كانت الحكومة ما تصوت أنا عندي يقين ما تدخل للجلسة بهذا العدد وإحنا نعلم وإحنا نعلم أن هناك أثنين غائبين فللأسف نحن نرفض هذه الممارسة وفي نحن نحنل ونقول للشعب الكويت يجب عليكم أن تراقبوا من يفرغ الدستور من محتوى ومن يفرغ أداة الاستجواب من دورها الرئيسي مسألة ليست مسألة كلمات ومسألة يعني والله مظهر من مظاهر وأعمل كذا وأطعن في فلان عشان ترتفع اسهمي لا لا اليوم المجلس مجلس الأمة هو عمل بلماني هو الحفاظ على هيبة المجلس لما اعترضنا على إسقاط العضوية كنا نريد حفاظ على هيبة المجلس وذكرت هذا في كلمة سابقة وللأسف اليوم يراد تفريق أداة الاستجواب من محتواها من خلال تحويل تشريعية ورفع للاستجواب هناك خبراء دستوريين عندهم رأي مخالف لم يذكر رأيهم ولم يؤتى برأيهم فالمفروض أن هذه الممارسة يجب أن تتوقف استجواب رئيس وزراء استجواب وزير من لا يستطيع أن يواجه استجواب كيف يستطيع أن يواجه المجتمع ويواجه الإدارة الحكومية كيف يستطيع فعلا أن ينفذ أعماله وآخر دعو الحمد لله رب العالم معه المحاولة